أنت تعلم أن طفلك الداخلي مجروح؟ عندما تبدأ بملاحظة أنماط سلوكية ومشاعرية محددة تتكرر في حياتك البالغة قد تبدو هذه الأنماط غريبة أو غير متناسبة مع المواقف الحالية لكنها غالباً ما تكون عكاساً لجروح الطفولة التي لم تشفى بعد إذا شعرت بأن هناك جزءاً منك يتألم أو ينعكس في سلوكياتك اليومية فقد يكون هذا هو الطفل الداخلي المجروح الذي يحاول إيصال رسالته إليك إذا كنت تشعر بالخوف أو القلق بشكل مستمر دون سبب واضح فقد يكون ذلك إشارة إلى أن طفلك الداخلي يعاني من جروح قديمة الأطفال الذين تعرضوا للإهمال أو الإساءة في طفولتهم سواء كانت جسدية أو عاطفية غالباً ما يكبرون وهم يحملون معهم شعوراً دائماً بعدم الأمان والقلق المستمر هذه التجارب المؤلمة تترك بصمات عميقة في النفس تجعل الشخص يشعر كما لو كان هناك تهديد دائم يحيط به حتى في الأوقات التي لا يوجد فيها خطر حقيقي القلق المستمر والخوف بدون سبب واضح يكون رد فعل طبيعي للتفل الداخلي الذي لم يحصل على الحماية والطمأنينة التي يحتاجها في مراحل نموه الأولى هذا القلق المزمن قد يظهر في العديد من الأشكال مثل الخوف من الفشل، الخوف من الرفض، أو حتى الخوف من النجاح قد تجد نفسك تتجنب المواقف الاجتماعية تتوتر من التحديات الجديدة أو تشعر بأنك دائماً في حالة دفاعية هذه الأعراض هي نتائج مباشرة لجروح الطفولة التي لم تعالج بشكل صحيح الأطفال الذين لم يحصلوا على الحب والرعاية الكافية ينمو لديهم شعور بأنهم غير محبوبين أو غير جديرين بالاهتمام وهذا الشعور يتجسد في الحياة البالغة كقلق دائم ومستمر إذا وجدت نفسك تدخل في علاقات غير صحية مراراً وتكراراً فقد يكون ذلك بسبب أن طفلك الداخلي يحاول معالجة جروح الماضي من خلال إعادة تكرارها يمكن أن يكون ذلك نتيجة لبحثك عن شريك يعيد لك نفس الشعور الذي كنت تعاني منه في طفولتك هذا السلوك يعبر عن محاولتك اللاواعية لإعادة تكرار الديناميكي المألوف لك من الطفولة في محاولة لفهمها وإيجاد حل لها عندما يتعرض الطفل للإهمال أو الإساءة يتكون لديه نمط معين من التفاعل مع الآخرين يبحث عن الأمان والقبول بطرق غير صحية إذا كان والديك قد أبدوا سلوكاً غير مستقراً أو مؤذن قد تجد نفسك بشكل غير واعي تنجذب إلى شركاء يحملون نفس الصفات قد يكون هذا الإنجذاب محاولة منك لإعادة كتابة الماضي بطريقة تعتقد أنها قد تكون أكثر إيجابية لكن في الواقع تجد نفسك عالقاً في دائرة من الألم والمعاناة هذه الديناميكيات تتكرر لأن العقل يحاول بوعي أو بغير وعي فهم وحل المشاعر العالقة من الطفولة ربما تجد نفسك تختار شركاء متحكمين أو غير متاحين عاطفياً لأن هذه الألمط تذكرك بالعلاقات التي كانت لديك مع والديك الهدف هو البحث عن تلك اللحظة التي يتغير فيها كل شيء للأفضل لكن هذا نادر ما يحدث مما يؤدي إلى الإحباط والألم المتجدد إذا كنت تعاني من نقص دائم في الثقة بالنفس وتشعر بأنك غير كاف أو غير محبوب فهذا قد يكون نتيجة لجروح الطفولة الأطفال الذين لم يحصلوا على التشجيع والدعم الكافي غالباً ما يكبرون وهم يشعرون بأنهم غير قادرين على تحقيق أي شيء قد يتسبب الإهمال العاطفي أو الإساءة في تقويد ثقتهم بأنفسهم وقدراتهم حيث يبدأون في استيعاب رسائل سلبية حول قيمتهم الذاتية ومكانتهم في العالم تكون جروح الطفولة المؤلمة كالجذور الخفية التي تؤثر على نمو الشخصية وتشكل الصورة الذاتية إن عدم الاستقرار العاطفي في الطفولة قد ينحكس بشكل سلبي على الثقة بالنفس ويخلق شعوراً بالعجز واليأس في المستقبل قد يجد الشخص نفسه يعاني من عدم القدرة على التعبير عن ذاته بثقة أو يميل إلى تجنب المواقف التي تتطلب تقديم الذات بصورة إيجابية إذا وجدت نفسك تنفجر غضباً أو تبكي بسهولة عند مواجهة الانتقادات أو المواقف الصعبة فقد يكون هذا علامة على أن طفلك الداخلي لم يتعلم كيفية التعامل مع المشاعر القوية بشكل صحي الطفولة هي مرحلة حساسة يتعلم فيها الأطفال كيفية تحديد وتفسير المشاعر وكيفية التعبير عنها بشكل مناسب إذا لم يحصل الطفل على الدعم والتوجيه الكافي فقد يكون من الصعب عليه تطوير مهارات التحكم في المشاعر ومواجهة التحديات بثقة الغضب والبكاء الزائدين قد يكونان رد فعل غير متحكم عندما يواجه الفرد مواقف تثير الضغطة أو القلق إذا كان الشخص يعاني من جروح في الطفولة فقد تكون لديه مشكلة في التعامل مع العواطف بشكل صحيح مما يؤدي إلى تفاقم الانفجارات العاطفية إذا واجهت صعوبة في التعبير عن مشاعرك أو تجد نفسك تميل إلى كبتها فقد يكون ذلك نتيجة لتجارب سلبية في طفولتك خلال سنوات الطفولة يتعلم الأطفال كيفية التعبير عن مشاعرهم وتحديد احتياجاتهم العاطفية ويعتمدون على التفاعل مع الآخرين لتلبية هذه الاحتياجات إذا لم يكن هناك بيئة داعمة ومحاولات فاعلة لفهم وتلبية احتياجاتهم العاطفية فقد يتعلم الأطفال أن مشاعرهم غير مهمة أو غير مقبولة مما يؤدي إلى قمعها تكون هذه الرسالة السلبية حول مشاعر الفرد عادة محفورة بعمق في وعيه الذاتي مما يؤدي إلى مشاعر الخجل أو الذنب عند التعبير عن المشاعر ويمكن أن ينتج عنها انخفاض في الثقة بالنفس والعزلة العاطفية يمكن أن يؤدي الكبت المتكرر للمشاعر إلى الترابات العاطفية ونفسية مثل الاكتئاب والقلق ويمكن أن يعرض الشخص لمخاطر صحة نفسية إذا كنت تجد نفسك تسعى دائما إلى الكمال في كل شيء وتضغط على نفسك لتحقيق المعايير العالية فقد يكون ذلك نتيجة للرغبة العميقة في الحصول على الاعتراف والقبول الذي لم تحصل عليه في طفولتك يمكن أن تنشأ هذه الرغبة من تجارب سلبية في الطفولة مثل عدم تلقي الثناء والتقدير بما يكفي من الوالدين أو المعلمين أو تعرض للانتقاد المستمر والتشويش على الحاجات الأساسية للنمو والتطور الصحيح يمكن أن تؤدي هذه التجارب إلى تكون نمط السلوك الكمالي حيث يسعى الشخص لتحقيق المثالية في كل جانب من جوانب حياته سواء كان ذلك في العمل أو العلاقات أو المظهر الشخصي يمكن أن يكون الهدف من وراء هذا السلوك هو البحث عن الاعتراف والتقدير والتأكد من قبول الآخرين واحترامهم والشعور بالقيمة الذاتية إذا كنت تجد نفسك تميل إلى العزلة والانطواء على نفسك بدلا من التفاعل الاجتماعي فقد يكون هذا السلوك نتيجة لخوف متجدر من التعرض للأذى أو الرفض وهو شعور يمكن أن ينبعث من جروح الطفولة غير المعالجة في مرحلة الطفولة قد يتعرض الفرض لتجارب سلبية مثل التنمر أو الإهمال أو الانفصال عن الوالدين وهذه التجارب تترك آثاراً عميقة على تطور الشخصية والسلوك فيما بعد الخوف من التعرض للأذى أو الرفض يمكن أن يؤدي إلى سلوك الانطواء والعزلة كآلية دفاعية لحماية النفس من الإصابة يعتبر الشخص الذي يعاني من هذا الخوف عادة أكثر حرصاً على حماية نفسه من الأذى المحتمل وبالتالي يفضل الإبتعاد عن الأوساط الاجتماعية التي قد تشكل خطراً على سلامته النفسية الفيديو القادم سيكون تتمة لهذا الفيديو والذي سأتحدث فيه عن كيف تعالج جروح الطفل الداخلي عند نزول الفيديو سأتركه في صندوق الوصف أراكم قريباً